يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان مساء الخير مساء الخير وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير برحب بيكم وده يوم جديد من أيامنا هنا في البيت الكبير النادي الأهلي حلقات طبعا نحن النهاردة يعني برضو حلقة من حلقات انتصارات النادي الأهلي العظيم اللي يعني خلاص ما بتقفلش ومستمرها الحمد لله بعد ما فارقنا إدريل برضو الحمد لله أنه يوصل للمباراة النهائية للبطولة بطولة كاس مصر بعد الفوز أعتقد أنه كان صعب ومستحق أيضا على نادي الاتحاد السكندري العنيد بنتيجة 2-1 بعد مباراة أفتكر كمان أنها كانت مثيرة وقوية والظاهر كده والله أعلم أن 2020 ختمها مسك ولا إيه؟ إن شاء الله بإذن الله حلقتنا النهاردة بمسى عليك طبعا الأول مساء الخير عليك يا سام مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مستمرين مع الانتصارات مستمرين مع حضراتكم مع حصد الألقاب والبطولات النادي الأهلي مبارح بيقدم مباراة أعتقد على المستوى الفني كانت مباراة جيدة أمام منافس عنيد جدا النادي الاتحاد السكندري ويقدر في وقت القاتل كما معاودنا أبطال النادي الأهلي أنهم يحسموا المباراة بشكل كبير جدا يعني النهاردة بإذن الله حيكون معنا إن شاء الله حلقة مميزة أكيد أفتكرة لأن ديوف على مستوى عالي وزي ما أنت قلت يعني منتظرين كمان بقى إن شاء الله يعني مباراة السبت تتويق بكاسمصر بإذن الله في نقاط كتيرة جدا ومهمة جدا هنتكلم فيها وهنشوف يمكن آخر استعدادات كمان نفرقنا للمباراة النهائية اللي بتنتظر يوم السبت اللي جاي إن شاء الله قدام طلاقع الجيش طلاقع الجيش النهاردة هيقبل النادي الأهلي في نهاية بطولة كاسمصر والحقيقة لازم هنا نوجه من البيت الكبير تحية وانهني نادي طلاقع الجيش كمان لأنه كابتن طارق العشري أعتقد يعني يمكن فوزه على نادي الزمالك يمكن ظهر بصورة قوية أكتر من رائعة ظهر عليها النهاردة الطلاقع ويمكن هو ده الحصان لسويت زي ما بيقولوا لبطولة كاسمصر الموسم ده اللي بيواصل أو بيوصل للمباراة النهائية الأول مرة في تاريخه